بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان اختبار الفصل الأخير في الرياضيات للأولى ثانوي رقم ثلاثة حيث قال A و B نقطتان متمايزتان يعني غير منطبقتان على بعضهم البعض قال M نقطة من المستوي حيث تحقق عندنا Alpha M A يعني شوعيا زائد Beta M B شوعيا يسعينا الشوع المعدوم قال في كل ما يلي نأخذ Alpha تساوينا 2 و Beta تساوينا 3 قال واحد بين أنه إذا كان عندنا أولا إذا كان 2 M A زائد 3 M B يساوي الشوع المعدوم فإن الشعاع M A و M B كيف هما مرتبطان خطيا يعني متوازيا ثانيا قال هل لشعاعين M A و M B نفس الاتجاه وكذلك وهل لهم نفس الطاولة ثالثا وأخيرا قال عبر عن A M يعني شعاع A M B دلالة ماذا A B ثم أنشئ النقطة M في المستوي إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول أبنائي حيث قال بيّن أنه إذا كان علاقة شعاعي هي 2 M A زائد 3 M B يساوي الشوع المعدوم فإن A الشعاع M A وماذا و M B كيف هما مرتبطان خطيا يعني متوازيا إذن ماذا نقول؟ نقول أولا إذا كان إذا كان ماذا؟ 2 M A شعاعي زائد 3 M B يساوي الشوع المعدوم هنا من هذه علينا أن نصل إلى أن نكتب M A هكذا يساوي كا في M B مع كا يكون عدد حقيقي يختلف عن الصفر إذا وجد هذا الكا وكتب شعاع بدلالة الآخر ووجد كا عدد حقيقي يختلف عن الصفر فيكون الشعاع كيف هما مرتبطان خطيا تعالوا الآن ما رأيكم أبنائي لو ننقل هذا إلى هذا الطرف فماذا ينتج؟ ينتج لنا 2 M A يساوي ناقص 3 M B هذا الأمر الأول ثم تصبح لنا إذا هذا بما أنه فيه ينتقل هنا إلى المقام تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا M A وتلاحظوا إذا قلت M A يساوي ناقص 3 على 2 M B هل وجد كا؟ نقول يوجد كا وحيد أين هو هذا الكا؟ قيمته كا؟ سنناقص ماذا؟ 3 على 2 ولا تساوي الصفر لأننا قلنا يجب أن تكون تختلف عن الصفر نقول ومنه ماذا؟ ومنه M A مرتبط مرتبط خطيا مع ماذا؟ مع M B إذن نقول على الشعان أنهم مرتبطان خطيا إذا كتب واحد بدلت الأخر يعني M A يساوي ناقص في M B معك هذا قلنا عدد حقيقي يختلف عن الصفر لاحظتم؟ وماذا يمكن أن نفسر كذلك؟ أنه إذا أردنا عن ذلك أنه M A المستقيم ماذا؟ يوازي M B هو لم يطلب منا هذا لكن يمكن أن نستنتج هذا الأمر لأن الشعاع كتب بدللة الأخر معناه أن المستقيم M A والمستقيم M B كيف هما متوازيان فقط أبنائي بعدما أجبنا على هذا السؤال أبنائي نتطرق الآن إلى ثانيا قال هل للشعاعين M A و M B نفس الاتجاه؟ وهل لهم نفس الطاولة؟ لاحظوا جيدا نقول بما أن ماذا؟ عندنا الشعاع M A ماذا يساوي؟ يساوينا ناقص ثلاثة على إثنان M B ركزوا هنا أرجوكم عند بداية الشعاع الأول ما هي؟ النقطة هي M وهنا M لاحظوا جيدا وهذا K كيف جاء؟ نقول لكن لدينا أن K كيف هو؟ يساوينا ناقص ثلاثة على إثنان وهو عدد كيف هو؟ سالب تماما بما أن هذا العدد الذي جاء هنا عدد سالب وعندنا هنا الشعاع الأول بدايته M وهذا M فإنه ماذا؟ فإنه ليس للشعاعين أفوا للشعاعين A M A و M B نفس الاتجاه لو جاءنا هذا العدد هذا العدد موجب وبداية هذا هي M وهذا M فإنهما في نفس الاتجاه لكن هنا عندنا M A M B وعندنا هذا العدد سالب فإنهما مختلفان في الاتجاه معناه إذا جاءنا واحد هكذا والآخر يأتينا هكذا معناه إذا جاءتنا مثلا نقطة هنا M فتكون هنا B وتكون هنا L A لاحظتم بالرغم أن النقاط قلنا الأشعاع مرتبطة خطي يعني النقاط على استيقامية لكن لاحظوا هكذا وهكذا يعني الزاوية بينهم لو نلاحظ هي 180 لاحظوا ثم قال ولهما نفس الطاولة كذلك وعندنا كذلك ولدينا أنه M A قلنا هكذا قلنا كم يسوي يسوينا ناقص ثلاثة على إثنان من M B تقول القاعدة إذا وضعنا من هنا رمز الطاولة هكذا فنضع من هنا رمز الطاولة هكذا لاحظوا فتصبح لنا الطاولة M A هذه الطاولة ماذا تسوي هذا يكتب الآن بالقيمة المطلقة تصبح لنا القيمة المطلقة لناقص ثلاثة على إثنان في طاولة M B حتى تفهموا جيدا إذن فتصبح لنا الطول M A يسوينا القيمة المطلقة لناقص ثلاثة على إثنان هي نفسها ثلاثة على إثنان من M B يمكن هنا إذا وضعت رمز الطاولة هكذا وهنا نضع رمز الطاولة هكذا قال وهل لهم نفس الطاولة نقول لا يوجد لماذا لأن لو وجدنا من هنا M A يسوينا M B نعم إذا كان هذه القيمة المطلقة هذه القيمة المطلقة تسوينا واحد فإن لهم نفس الطاولة لكن هذه القيمة اللي هي كم؟ اللي هي ثلاثة على إثنان تختلف عن واحد فإن ليس لهما نفس الطاولة أو الطاولة لاحظتم؟ نقول على الشعائن أنهما لهم نفس الطاولة إذا كان هذا العدد قيمته المطلقة قيمته المطلقة تسوينا واحد ليس بذرره هو واحد إنما قيمته المطلقة يعني يسوينا واحد إما أن تكون هنا ناقص واحد أو واحد إذا كان عندنا في هذا المكان ناقص واحد أو واحد فنقول على الشعائن أنه M A و M B لهم نفس الطاولة ليس لهم نفس الاتجاه نفس الاتجاه إذا كان هذا العدد موجب إذن نفس الاتجاه يكون هذا موجب ونفس الطاولة أنه هذا القيمة المطلقة له تسوينا واحد فقط حتى نفهم جيدا يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الثالث قال عبر عنه A M بدللة A B إذن نكتب هنا التعبير عن ماذا؟ عن الشعاع A M بدللة A B لاحظوا ماذا نملك أولا لدينا هذه العلاقة الشعائلة تلاحظون هنا ها هي أمكم ما رأيكم أبنائي لو ندخل علاقة شال في هذا المكان وندخل هنا الحرف A أو النقطة A حتى نفهم جيدا فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا إثنان أم أ زائد ثلاثة ثم نفتح أم أ زائد أ ب لأن أي شعاع يمكن أن ندخل نقطة في وسطه تصبح لنا الشعاع المعدوم تصبح لنا إثنان أم أ زائد ثلاثة أم أ أنا أقوم بعمية نشر هكذا زائد ثلاثة أ ب يساوي أشعاع المعدوم عندنا إثنان أم أ مع ثلاثة أم أ تصبح لنا كم؟ خمسة أم أ وننقل هذا إلى الطرف الآخر فيصبح لنا ماذا يا ابنائي؟ يصبح لنا ناقص ثلاثة أ ب لحظتم؟ يعني نقطة نقطة ولا نتعجل ثم لكن هو قال ماذا؟ انظروا ما ذاقل قال قال أم وهنا عندنا أم أ تقول قاعدة إذا قالبنا ترتيب الأحرف نغير الإشارة وصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص خمسة آ أم يساوينا ناقص ثلاثة آ ب هذا لا نقلب لأنه ما زالت الحروف مرتبة الناقص مع الناقص يذهب وتصبح لنا ماذا؟ خمسة آ عفوا آ آم يساوينا ثلاثة آ ب ومنه ماذا ينتج يا ابنائي؟ ومنه ينتج لنا أنه آ آم يساوينا ثلاثة على خمسة من آ ب لحظتم؟ لأن علينا أن نحترم قال عبر عن آ آم ها هو آ آم بدلالة آ ب ثم الآن نأتي إلى السؤال الأخير لهو طريقة الإنشاء إذا نأتي يا ابنائي إلى السؤال الأخير ماذا قال؟ ثم أنشئ النقطة آ نحن عندنا علينا أن نستغل هذه العلاقة اللي هي آ آم يساوينا ثلاثة على خمسة من آ ب إذا أتينا هنا ووضعنا النقطة آ ماذا؟ النقطة آ في هذا المكان لاحظوا جيدا ثم نعد كم؟ نعد خمس وحدات لنضع النقطة ب إذن ركزوا هكذا أركم إذن هنا سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن تكون النقطة ب في هذا الموضع حيث إذا قلنا بداية المعلم سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يقول أحدكم لماذا انطلقت من آ لم تنطلق من ب لأن اقرأوا هنا آ ب لاحظتم إذن هذا الأمر الأول ثم عندنا إذن قلنا هذا الأمر ثم عندنا ماذا قال هذه القطعة فيها خمس وحدات النقطة آ كم؟ النقطة آ تبعد عن عن النقطة بثلاث وحدات يعني هنا سفر واحد اثنان ثلاثة ها هو يا أبناء في هذا المكان نضع النقطة آ بحيث إذا قلنا الشعاع آ آ كم يسوي لنا يسوي لنا ثلاثة على خمسة من آ ب الآ بأكيد يكون أكبر منه واسمعوا جيدا كذلك سوف نشرح شيء معين الآن تقول قاعدة إذا كان عندنا هنا لاحظوا بداية شعاع آ وهنا آ وكانت هذه القيمة محصورا ما بين ماذا ما بين هذا الكآ محصور ما بين الواحد والصفر هذا العدد يعني سفر فاصل يعني نجده سفر فاصل تعلموا أن النقطة آ تكون داخل القطعة آ أما إذا كان غير ذلك يعني هذه القيمة مكتوبة مثلا خمسة على ثلاثة يعني كا يكون أكبر من واحد أو كا يكون أصغر من الصفر فإن النقطة آ تكون خارج القطعة المستقمة آ بهذه عليهم مع هنا لاحظوا بداية شعاع آ وهنا بداية شعاع آ فقط أما في هذا التمرين فالنقطة آ تكون داخل هذه القطعة آ وتبعد عن ثلاث وحدات عن النقطة آ فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بصحة العافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة أستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته